اشتركوا في القناة احنا اسعد منور شاشة قناة الصحة والجمال وبرنامج اسأل الطبيب شكرا جزيلا في البداية دكتور حب حضرتك تكلمنا عن القولون بشكل عام تمام هو القولون هو عضو مهم من أعضاء جسم الإنسان ولكن أنا بسميه العضو المهمل والعضو الأخطر في الجسم القولون أولا هو بيعيد امتصاص بعض السوائل وبيعيد امتصاص السكريات وبيعيد امتصاص بعض الفيتامينات ثانيا مسؤول عن اخراج وطرد كل السموم اللي هي على مدار اليوم طردها خارج الجسم بالضبط فالقولون هو عضو مهم جدا ووجود مشكلة في القولون مش بس بتأثر على القولون بتأثر على أعضاء أخرى من أعضاء الجسم طب يا دكتور فيه أعراض بتظهر أكيد على المصاب بالقولون يعني فيه حد مثلا تلاقيه بيقولك أنا بطني بتوجعني أنا عندي انتفاخ أنا عصبي أنا لما بتعصب قولوني بيتعبني فإيه الأعراض اللي بتظهر على المريض وبنادر نقول إن ده مريض بالقولون طيب خلينا نقول إن القولون العصبي لأنه ماسك عدة أجزاء من الجسم يعني هو إحنا عندنا فيه ثلاث أجزاء في القولون عندنا القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل لو لاحظت في الإشارة بتاعتي إن أنا تقريبا أخذت تقريبا جميع مناطق البطن القولون محزمها أو محاوط بيها فأي مشكلة أو انتفاخ في القولون أكيد بتضغط لي على أعضاء البطن البطن عندنا فيها إيه؟ البطن عندنا فيها الأمعاء الدقيقة البطن عندنا فيها المعدة البطن عندنا فيها البنكرياس عندنا فيها الحجاب الحاجز عندنا فيها من الخلف الكليتين فلما ينتفق القولون بيلاحظ أنه شخصيا له أعراض وبيأثر على أعضاء أخرى أهم أعراض بتواجهنا في القولون هي التقلصات المستمرة في البطن التقلصات دي بتحصل بصفة مستمرة يعني بتكون مثلا على مدار اليوم ولا وقت النوم ولا إذا الإنسان مثلا كان أكل معين أو تعارض لمواقف عصبي بتحصل إمتى التقلصات دي؟ والله أنت سؤالك جميل الله يخليه هو أجيه وبشكرك عليه بسيطة تقلصات القولون هي شيء مصاحب لمريض القولون العصبي وزي ما حضرتك قلتي بيتأثر بالأغذية الدسمة والأغذية الحريفة وبيتأثر كمان بسوء الحالة النفسية لذلك جات كلمة عصبي ليه القولون العصبي؟ لأنه متصل بالجهاز العصبي بشكل مباشر فأي تأثير على الناحية النفسية بيأثر على عصب مباشر متصل بالقولون فيبتدي القولون يحصل له اضطراب المفروض أن فيه حاجة اسمها الحركة الدودية للأمعاء بتبقى حركة متجنسة كده يعني جزء بيتقلص وجزء بيمبسط وبعدين جزء يتقلص وبعدين جزء ييمبسط يعني بتبقى زي انكباضات وانبسطات يسميها الدودية عشان بتتحرك حركة الدودة لو حصل اضطراب في القولون الدودة دي بتتحرك عكس بعضها يعني واحدة طلعها بس التانية ما تناغمتش معاها فيحصل ألم في القولون نفسه والألم دي بقى بتتحرك يعني مش في مكان واحد ممكن المريض يحس بالألم هنا بالألم مثلا في الجهة اليمين بعد شوية في الجهة المشمال ممكن وزي ما المريض مثلا بييجي ساعات يقول لك أنا بحس بيعمل كده دربكة في بطني ببطني كلها من دربكة فده عرض من أهم أعراض القولون في حاجة كمان مميزة إن مريض القولون تعرض لإمساك مستمر أو إسهال مستمر ممكن مريض ما يقدرش يدخل الحمام لمدة يوم اثنين تلاتة اربعة لغاية أسبوع فده السموم متراكمة في جسمه فبيحس إنه هو يعني مش بس عصبي ده عايز يقتل حد يعني نقدر نقول إن الأعراض بتختلف من مريض لآخر آه في مريض تاني مثلا بيحصل عنده إسهال مستمر ضيارية مستمر ممكن يدخل حمام ثلاث مرات أربعة مرات في اليوم خمس مرات في مريض بيقول لك أنا مش قادر يدخل حمام أصلا وفي مريض تاني بيقول لك أنا ما بخرجش من الحمام أصلا بيحس بألام شديدة بيحس إن الجسمه بيتصفى القولون كمان لما بينتفخ بيضغط على المعدة ودي حاجة مهمة جدا بيقول لك أنا حاسس إن معدتي مطبلة بنحس مطبلة يعني جاي إيه من طبلة وعلى فكرة المصطلح ده موجود في المراجع إنه مصطلح اسمه تطبل المعدة نحس بطنه نشفة جمدة لما يضغط عليها كمان فيه نقطة بنلاحظها في الستات أكتر لما نيجي مثلا لقول لحد خسي أو كده أو خفيفي الوزن فنلاقي إنه وزنها أصلا طبيعي طب ليه بطن كبيرة بيكون فيه مشكل في القولون والقولون بينتفخ وبتطلع فيه غازات وكل ما بتطلع فيه الغازات بيبقى عامل ومحبوسة جوه فبتبقى عامل زي البلونة اللي أنت عمالت انفخي فيها فملهاش مخرج تتخرج فعشان كده بيبتدي بيحصل انتفخات في البطن لذلك أي حد بيخس وإحنا برضو بنقدم برنامج بالأعشاب للتخسيس لازم يكون معا حاجة بتزبط للقولون ده دي حاجة مهمة جدا يعني القولون العصبي تمام ليه تأثير على أجهزة الجسم المختلفة؟ طبعا كل تقريبا يعني ما فيش جهاز من أجهزة الجسم بتتأثرش بالقولون اللطيف في الموضوع أو العجيب في الموضوع إن المريض ممكن يكشف على تخصصات مختلفة وما يلاقيش عنده حاجة أو ياخد علاجات ما لهاش علاقة بأصل المرض أصل المرض جاي من القولون يعني تقدر حد لك تقول مثلا إن أعراض القولون بتتشابه مع أعراض أمراض أخرى بالضبط كده فده بيشتت الطبيب أثناء التشخيص مش بس تشابه الأعراض ده القولون كمان هو بيدي عرض للطبيب على إن فيه يعني مثلا مشكلة تانية أنا لو عندي مشكلة في الجنب هروح لدكتور مسالك بولية فبيعمل تحليل البول وبيعمل كده وكده ويلاقي الكلية سليمة ما فيهاش أي مشكلة بس المشكلة إن القولون أصلا لما انتفخ ضغط على الكلية ناس بتاخد فوار للحموضة بقالها عشر سنوات والمعدة أصلا ما فيهاش المشكلة مش من المعدة وبتاخد أدوية للمعدة سنين طويلة والمشكلة مش من المعدة مشكلة إن القولون لما انتفخ ضغط على المعدة فالمعدة بدأت تطلع الحمض بتاعها برة فيحصل بقى الحموضة والحرقان وحرقان في القلب والكلام ده كل كمان القولون العصبي بيضغط لنا على حاجة في أسفل الظهر هنا في فقرات الظهر اللي تحت خالص اسمها الضفيرة العصبية العجوزية العجوزية جاء من كلمة العجوز اللي هو أسفل الظهر فالضفيرة العصبية دي عاملة زي محول الكهرباء كده اللي بيوزع الطاقة الكهربائية على أماكن كتير في الجسم من ضمنها الجزء السفلي كامل بالجسم غالبا مريض القولون بيحس بتعب ووجع في عضلات رجله بيحس أنه مرهق هو ماشي بيحس بأنه لو ضغطت على أي حتة في جسمه يقولك أنا جسمي كله بيوجعني أنا بقى أرهق بسهولة برضو القولون لما بيضغط على المعدة وبيضغط على حجاب الحاجز بيوصل تأثيره للقلب فيحصل تسارع في ضربات القلب والمريض يفضل يروح لكل ده كترة القلب وياخد اندرال وياخد أدوية منظمة للقلب والقلب ما بيهداش بيدق بسرعة ضغطة أن المريض بيخاف أن يكون عنده مرض القلب وما بيكونش عنده مرض القلب بيكون القولون عامل تأثير بنسميه تأثير الثانوي بيزود لضربات القلب طب أستأذنك يا دكتور احنا معنا مدخلة ناخد مدخلة ونرجع تاكي ألو أيوة ألو مدخلة معنا يا جماعة والله ممكن أتكلم الدكس المحمد يا أسلام ألو الله يخليكي مع حضرتك عاطف من هنا معانا عاطف من هنا اتفضل أيوة مع حضرتك يا جماعة ما استمع صوت المدخلة في الستوديو طيب حاول تتصل بنا تاني يا عاطف راسم حتى طيب يا دكتور نرجع تاني للقالون بتأثير على أجهزة الجسم المختلفة طبعا برضو في نقطة مهمة جدا ودي كتير من السادة المشاهدين هيلحظوها عندهم القولون فيه بين القولون وبين القفص الصدري حاجة اسمها الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز ده هو بيفصل البطن عن الجهاز التنفسي بس في نفس الوقت عضلة الحجاب الحاجز مسؤولة عن التنفس هي اللي بتخلي الإنسان ياخد شهيق ويطلع زفير طيب لما تكون عضلة الحجاب الحاجز مسؤولة عن التنفس والقولون ينتفخ فيضغط على عضلة الحجاب الحاجز بيبتدي المريض يحس بخنقة يحس انه مش قادر ياخد نفسه كويس يقولك حاجة طبقة على نفسه العصب بتاع الحجاب الحاجز ده ماشي في وسط الصدر هنا لغاية ما يوصل لفقرات الرقبة التانية والتالتة والرابعة العنقية فبيحصل ايه؟ بيحصل والعصب ده حسي يعني عصب حسي فلما يحصل ضغط على الحجاب الحاجز يبتدي المريض يحس بأوجع في صدره تبقى استأذنت معنا مداخلة تانية قالو حضرتك سمعنا ايه فندم تمام اتفضل الدكتور معاك اتفضل ايه ايه سامح حضرتك حابب توجه سؤال للدكتور ماشي يا فندم انا عصب انطالع برا مش قاعد قدام التلفزيون طب اتفضل احنا سمعينك بالنسبة حضرتك للكبد يعني الاكلات اللي هي المفروض يعني اللي هي الكويسة يعني بالنسبة لمرض الكبد وتأثيرها بالنسبة القولون على الكبد يعني تأثير القولون على الكبد ايه فندم تمام كده حضرتك طب الدكتور هيجاوب على حضرتك حالا شكرا 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 سؤالك جميل جدا واجهه وبشكرك وبحييك عليه في ارتباط وثيق علاقة حب بين امراض الكبد وبين القولون معقول اه دي علاقة حب يعني كل تسعين في المية من مرضى الكبد ازاي بقى نشأت علاقة الحب بين مرضى الكبد والكبد والكبد وشفاء بتعالج مشاكل الكبد كلها ابتداء من الفيروس مرورا بدهون الكبد انتهاءا بتلايف الكبد او تشمع الكبد او كده دي بتعيد تنشيط خلايا الكبد كمان وفي مادة مستخلصة من نبات اسمه شوك الجمل او شوك اللبن ده بيعيد ده الاصل اللي بيستخلص منه السلمارين اصلا اللي بيتعمل في الادوية مادة دي بتعيد تنشيط خلايا الكبد مرة اخرى واعادة بناءها بل انا خليني اقولك مفاجأة ان انا كان عندي طبيب امراض باطني والده كان وصل الكبد عنده لمرحلة متأخرة جدا من التلايف ولكن الكبد كان لسه فيه حتة سليمة جزء كده سليم استمر معانا على التغذية والبرنامج الغذائي اللي حطناه له والاعشاب الطبيعية اللي احنا بنقدمها مرخصة من وزارة الصحة استمر معانا تقريبا اربع شهور الدكتور بيقول لي ان انا لما رحت الدكتور الاشعة قال له ان الكبد بقى ممتاز جدا قال له ده فيه تلايف قال له ده حتة صغيرة لا تذكر يعني ما شاء الله اه يعني فهو بيقول لي انا بقيت مستغرب وقعد تعيد الاشعة تاني اكتصل بيها تقريبا في وقت متأخر من الليل فرحان عشان يشكرني طب ممكن يا دكتور تدينا نبذة عن الادوية اللي هي خاصة بمركز حضرتك تمام هو احنا في المركز بنقدم نبتات وعشاب طبية طبيعية ومرخصة من وزارة الصحة وفيه اجزاء تانية بنعملها كتركيبات صيدلانية الحاجات اللي احنا نجحنا فيها في بعض حالات تأخر الانجاب في بعض حالات الاكتئاب وميزة الاعشاب في علاج الاكتئاب حاجة مهمة جدا ان اعشاب الاكتئاب الاكتئاب اساسه ان المخ بيفرز مواد كيميائية بس لما بيحصل اكتئاب المواد الكيميائي دي بتنقص زي مثلا هرمون السيروتونين وهرمونات اخرى بيفرزها المخ لما بندي ادوية كيميائية من بره الادوية دي كأنها مسكنة لاعراض الاكتئاب مش معالجة طيب الأعشاب والتغذية بتعمل إيه؟ الأعشاب والتغذية بتحفز المخ إنه يرجع يفرز المواد الكيميائي دي تاني شكل طبيعي أستأذنك ناخد المداخلة دي ونرجع لكامل كلامنا ماشي بنا تفضل ألو أيوة لو سمحت مع حضرتك اتفضلي سمعينك الدكتور سمعك تفضلي ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة مع حضرتك أنا اتفضلي حابة وجيه سؤال للدكتور لو سمحت عايز أكلم الدكتور اتفضلي هو سمعك اتفضلي ألو تحت أمرك فندم سلام عليكم ألو سمحت يا دكتور تقولوني من تهب خالص هو بيعمل قلم في الرجلين مش قادرة مش على رجلي تمام أستأذنك وطي صوت التلفزيون واسمعينا بس من التلفزيون حاضر حاضر بقاله تقريبا نوع تقديه معاك المشكل ده يا أمي ده بقال يجي كده ثمان سنين وتعبانة وعن ما ناخد علاج لرجليه لما حضرتك قلت دلوقت إنه هو يعني بيتع بالجسم كله وقلت يمكن نهضو تمام تمام ومنتهب خالص وما بقولش هي مرة واحدة في اليوم لقمة كده تعبانة خالص تمام تمام وبصنى منفوخة تمام حاضر هو ده فعلا يعني هو بيأثر على الرجلين يا دكتور أه طبعا هو فعلا كمان عرض مهم من أعراض القولون نوع عشان منفوخ منشكرك على مداخلتك هرده أحضرك حالا قولون عشان منفوخ فضاغط على المعدة فمريض القولون يقولك أنا ما باكل شي أنا باكل لقمة صغيرة وحس إن أنا اتمليت بيحس بتخمة باكل مرة واحدة في اليوم ومع ذلك برضو مش مرتاح بيبان كمان إنه مريض القولون بعد ما يدخل الحمام بيبتدي يرتاح شوية ربع ساعة نصف ساعة ده عرض مميز بعدك من أعراض القولون نوع يرتاح بعد الحمام ولكن بيرجع التعب تاني أكتر زي ما شفنا الست بقالها 8 سنين بتعالج حاجة تانية مالهاش علاقة بالمشكلة الأصلية رجلية تعباني وباخد علاجات لرجلية وهي مش عارفة أصلا إن المشكلة عندها بدأ من القولون ومؤثر على رجليها وعلى طريقة الماشية عندها وامتصاص الغذاء والحاجات دي كلها بتتأثر بالقولون بشكل مباشر فحضرك فيه رقم ظاهر على الشاشة ممكن حضرتك تتصل عليه أو تتركيه لرقمك في الكنترول وهنا تواصل معاك إن شاء الله ونديك إن شاء الله يعني علاج بإذن الله من أول شهر هتبتدي تحس بتحسن إن شاء الله خلال ثلاث شهور المشاكل اللي عندك كلها تكون انتهت بإذن الله سواء التهاب القولون سواء الانتفاخ سواء الجزء النفسي كمان نحطين حاجة بتحسن الجزء النفسي بتحسن المزاج لأنه أنا مقدرش علي قولون عصبي والمريض مزاجه عاكر زي ما بنقول هو طول ما المريض متوتر هو دايما في حالة مستمرة في المرض بتاعه وما بتخلص بالضبط طب دكتور نرجع نكمل كلامنا عن الأعشاب المستخدمة في علاج القولون وتأثيرها تمام إحنا بدأنا الأول بعلاج الاكتئاب لأنه الاكتئاب هو أساس لحدوث كثير من الأمراض وبرضو فيه علاقة حب بين الاكتئاب وبين القولون العصبي معقول دي حلقة رومانسية النهاردة عايزين يا جماعة شموع حمرة كده وبالونات وضوء خافت علشان الحلقة النهاردة حلوة جدا فالقولون العصبي له علاقة وطيدة بالاكتئاب والقولون نفسه لما بيحصل بيسبب اكتئاب ليه؟ لأنه الأعراض اللي حصلت دي كلها بتخلي المزاج مش رايق إن أنا ماشي بطني منفوخة وإن أنا مش عارف أكل وإن أنا مش عارف أخس وإن أنا رجل واجعاني وخطوك بيأثر على الركب كمان وعلى أسفل الظهر وبيعمل مغص في البطن أشبه مثلا بمغص يعني يعمل له تشبيه بالدورة الشهرية مثلا عند الستات لأنه بيضغط على الأمعاء نفسها وكمان بيضغط على المسانة فبيخلي المريض عايز يدخل الحمام بشكل متكرر وكتير وبعض الناس بيفتكر أنه عنده سكر لأنه بيصحب الليل كذا مرة عايز يدخل الحمام وطول النهار وما بيلاقيش عنده سكر وبيكشف مسالك بولية ما بيطلعش فيه التهاب في المسانة ولا حاجة مش كلا كلها أن القولون بيضغط على المسانة فبيخليها أعلى فكرة الموضوع شايق جدا وفي معانا مداخلة تانية ألو؟ 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 أيها يا فند متفضلي مساء النور يا فندم أهلا بيك آية مع حضرتك أنا أتعرف بيك اسمك إيه؟ آية آية زيكة آية الحمد لله ممكن تفضلي دكتور معاك تفضلي ممكن يدخل سألك على حاجة؟ تفضلي يا فند دلالتي أنا عندي واحدة قريبتي وكده عندها العضل بتاع رجليها يعني تعبان وكده أعضلات رجليها؟ العضل آه تمام دلوقتي أنا عايزة عرض حاجة ممكن يعني ممكن تقولي حاجة عن العضل وكده تفضليها العضل وكده؟ طيب بس هو يعني أنت هتتواصلي مع المركز عشان في بعض التحاليل هنعملها ولو عندها عرض أو اتنين من الأعراض اللي بقولها النهاردة فغالبا ده مرتبط بالقولون العصبي يعني لو في عرض أو اتنين من الأعراض اللي أنا تكلمت عنها النهاردة مع ألم العضلات فغالبا بيكون مشكلته من القولون العصبي تمام؟ ممكن يكون ليه دعوة بالقولون؟ آه وارد جدا يكون ليه دعوة بالقولون لو ما كانش من القولون يبقى فيه تحاليل تانية هتتعامل عشان نشوف نسبة الأملاح المعدنية في الجسم لأنه نقص الأملاح المعدنية ونقص الكالسيوم ونقص البوتاسيوم ونقص الماغنيسيوم بيسبب مشاكل في العضلات ودي برضو ليه علاج في المركز عندنا عن طريق عسل هدن وشفاء وده عسل خاص جدا بيعالج أكتر من 99 مرض ومرخص من وزارة الصحة وبيجيب نتائج كويسة جدا دكتور احنا حابين حضرتك قبل نهاية الفقرة تدينا فكرة عن المنتجات اللي معنا دلوقتي علشان السادة المشاهدين اللي بيتابعونا يكونوا عارفين ايه المنتجات المناسبة ليهم وطريقة التواصل مع المركز عند حضرتك تمام بالنسبة للمنتج اللي معنا على الشاشة دلوقتي احنا معنا منتجين للقولون العصبي منتج هدن وشفاء مهم جدا لأنه هو مش بس بيعالج القولون بيعالج كمان الأعراض المرتبطة بالقولون يعني التقلصات اللي بتحصل في البطن الألام اللي بتحصل ألام أسفل الظهر خلي بالك كمان أنه بيزود ألام الدورة الشهرية خاصة عند البنات الصغيرين لأنه الرحم أصلا بيبقى مضغوط فعشان يطلع الدورة الشهرية فالقولون كمان ضاغط فالمنتج اللي عندنا بيحسن مشاكل القولون العصبي وبالتالي بتزول معها الأعراض بالإضافة إلى أنه بيحسن الحالة النفسية بشكل طبيعي يعني أحسن من الأدوية الكيميائية لو بيقلل بقى التوتر ولا شعر بالاكتئاب وشعر بالألم بالضبط بيقلل التوتر بيقلل الضغط العصبي بيقلل الاكتئاب بيقلل في ناس بتبقى متعصبة باستمرار بيحسن ضغط الدم بشكل طبيعي جدا كمان بعض الأبحاث بتقول أنه هو بيخفض شوية من نسبة السكر بينظم نسبة السكر في الجسم ونقطة أهم أنه بيحسن إفرازات الجهاز الهضمي لأن غالبا مريض القولون العصبي لو عمل تحليل براز في أي وقت بيطلع عنده عسر هضم بيطلع عنده خلايا غير مهضومة فالمنتج بيحسن كفاءة الجهاز الهضمي بيحسن إفرازات الجهاز الهضمي واستخدامه بسيط جدا فيه منتج عبارة عن باكتات ولكن المنتج ده كمان أنا بفضله أكتر لأنه ده بيتشرب بسهولة جدا زي الشاي الكشري بناخد منه معلقة صغيرة ويضاف عليها ماء مغلي وتشرق قبل الأكل بربع ساعة أو نصف ساعة ثلاث مرات يوميا مع كل وجبة أكل إيه بقى أنا كمريض قولون عصبي أكل إيه مع المنتج ده كل كل اللي نفسك فيه المنهج عندي في التغذية حتى في الناس اللي بتخس ما بنخليش حد ما بنحرمش حد من حاجة بنقول المريض كل كل اللي نفسك فيه بس هنقلل شوية من المواد الدهنية هنقلل شوية من الأكل ما نخليش الأكل مسبك نخليه معتدل نيف نيف كده نصف نصف سوا وناكل خضروات كتير على قد ما نقدر طبق السلطة ده ضروري جدا لأن فيه ألياف بتساعدنا على تحريك الجهاز الهضمي وإن القولون ما يبقاش فيه مشكلة هي كمان الألياف بتكون مهمة جدا لمريض القولون طبعا طبعا مريض القولون ومريض السكر ومريض الجهاز الهضمي كل المشاكل دي بتحتاج الألياف بشكل ضروري المنتج كمان ده لقينا من الآثار الجانبية الإيجابية بتاعته إنه لو حد عنده كحة أو حساسية في الصدر بتتحسن الحالة بشكل ملحوظ جدا يعني يا جماعة احنا كده بنضرب عصفورين بحجر واحد طب دكتور احنا الفقرة خلصت معنا بسرعة وهي كانت فقرة رومانسية وحلوة جدا بصراحة وبشكرك على وجودك معنا النهاردة وعزائي المشاهدين طبعا الحلقة لسه منتهتش لسه معنا فقرة تانية هتكون جميلة جدا استنونا راجعنا لكم بعد الفاصل فاصل صغير ورجعنا على طول